في بادرة فريدة وجهود ذاتية نجح الفلاح ليث البلداوي في إدخال فاكهة العنب الأجنبية أو ما يعرف بعنب الياقوت الأسود إلى المحاصيل المحلية التفاصيل مع مراسلنا من المحافظة حمد ربيعي سلالات نادرة وجديدة من العنب الأجنبي باتت وحيدة من المحاصيل المحلية بعد أن نجح الفلاح ليث البلداوي من زراعة عنب الياقوت الأسود ذي الأصول الأمريكية والتايلندية في مزارع بلد بمحافظة صلاح الدين لتكون إضافة فريدة للمنتج العراقي تضاف إلى قائمة أصناف العنب الأخرى المنتج الذي يتميز بمذاقه المختلف وشكله الفريد تتراوح أسعاره اليوم بحدود الثلاثة ألف دينار العراقي أني المواطن ليث البلداوي من محافظة صلاح الدين قضاء بلد أنتمي العائلة مشهورة بزراعة العنب يعني أبن عن جد هذا الصنف من العنب أبرز مميزاته شكله أن يكون يعني شكله غريب وكبر الحبة والحبة أن تكون مدقومة يعني من نهايتها حجم العنقود يكون كبير والأبرز ما فيه أن الحبة تكون بدون بذور سأر بالأسواق الكيلو من 2500 إلى 3000 يعني هذا أنا أصدر للعاصمة بغداد وما أن أعلن المزارع البلداوي عن بداية موسم حصاد محصوره الذي ينتج لأول مرة في العراق حتى تلاقفه التجار والمزارعون وحظي بقوة شرائية غير مسبوقة جعل مزرعته خالية من العنب بعد أيام فقط من انتشار خبر نجاحه في زراعته ليكون ذلك تجيعا له في أن يمتلك أصنافا نادرة أخرى من الفواكه خلال السنوات المقبلة والله يعني عندي طموح أن أطور هذا الصناف وأن أمتلك بعض أصناف نادرة أخرى إن شاء الله ومو بس الآن بإن شاء الله أكون فواكه نادرة إن شاء الله راح نوفرها على مستوى العراق ونطبع من الحكومة العراقية وبالأخص وزارة الزراعة أن توفرنا أبسط الوسائل التي هي الأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية وتعتبر صلاح الدين ميناء العراق في إنتاج محصول العنب بمختلف أصنافه لما تمتلكه من تربة متميزة وأجواء مناخية تساعد على إنتاجه زراعة أصناف فريدة ومتميزة من العنب تبرهن على خصوبة الأراضي الزراعية العراقية وتستوجب وقفة الجهات الحكومية المعنية لدعمها وتطويرها محمد عادل أربعي الرابع صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر